كيف تعلق على هذه الصور عملية استهداف بالطيران هذه المرة نعم تحياتي لكم للمشاهدين أهلا وسهلا الكرام والمجد والخلود لشهداء هذه المجزرة ولشهداء المجازر المتتالية فلسطين في هذه الأيام تودع قوافل من الشهداء نتاج هذا المسلسل المستمر من الجرائم التي تمارسها هذه الحكومة المتطرفة حكومة المستوطنين التي أخذت قرارا بشن عدوانها على كل شيء على الاستيطان على شعبنا الفلسطيني على المسجد الأقصى على القدس على الأسرة عدوان حرب مفتوحة تشن على الشعب الفلسطيني في هذه الأيام هذا هو الشكل الحقيقي لهذه الحكومة المتطرفة وهذا هو النتاج لصمت المجتمع الدولي عن كل هذه الجرائم التي فتحت الباب على مشراعيه وأعطت هذا المحتل ضوءا أخضر للإمعان في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني حكومة تريد حسم الصراع بقوة الإرهاب والمجازر ومحاولات متتالية واهمة طبعا لإخضاع الشعب الفلسطيني وحسم الصراع لكن كل ذلك يواجه بإرادة وعزيمة ومواجهة باسلة من قبل شعبنا الفلسطيني وأبطالنا في الميدان لكن بلا شك نحن نتعرض لعدوان شرس عدوان يستهدف الكل الفلسطيني المستوطنين الآن يمارسون عدوانا مفتوحا على عديد القرى الفلسطينية قبل لحظات وأنتم تحدثتم في هذا الموضوع استهداف لسيارة فيها عدد من الأبطال لم يعرف حتى اللحظة منهم لكن استخدام الطائرات استخدام الدبابات والطائرات استخدمت قبل أيام قليلة حرب شعواء مفتوحة يمارس فيها المحتل كل أدوات الإجرام طيب سيد أبد الفتاح يعني تعليق حضرتك على ما جاء على لسانيو أفغالاند وهو يقول بكل وضوح وفجاجة يعني سنتخذ نهجا هجوميا ضد الفلسطينيين يعني هذا تحدي للمجتمع الدولي ولمنظومة الأمن الدولي هو يقول أننا دولة احتلال فوق القانون وأننا نمارس ما نريد من مجازر ولا نلقي بالا للقانون الإنساني وهذا هو الوجه والسلوك الطبيعي لهذا الاحتلال ولهذه الحكومة كما قلت حكومة المستوطنين والمتطرفين أيضا هو يعتقد أنه بممارسة هذا الكم من الإرهاب ربما يتمكن من إخضاع الشعب الفلسطيني من المفترض أنهم جربوا الشعب الفلسطيني على مدار سنوات المواجهة مع هذا المحتل منذ انطلاقة الثورة مرورا بالانتفاضات العديدة وصولا إلى الحالة المشرفة التي يخوضها الأبطال في الميدان وتحديدا في مخيم جنين ونابلس ومخيماتنا وقرانا ومدننا واليوم وبعدما حصل في جنين بالأمس كل قرية ومدينة فلسطينية خرجت منتفضة في وجه ما يحدث في جنين الشعب الفلسطيني يرد على هذا النهج العدواني بأننا صامدون متمسكون أكثر ولربما أوصلنا هذا المحتل لما حذرنا منه مرارا وتكرارا كلنا نقول منذ مدة أن هذا السلوك الإجرامي سيقود الحالة إلى مواجهة مفتوحة ويبدو أننا على أبواب مواجهة مفتوحة أوصلنا إليها هذا المحتل بجرائمه المتتالية الشعب الفلسطيني لا يخضع أمام تهديدات هذه الحكومة الفاشية ولا يمكن أن يخضع ولا يمكن أن يتنازل عن حقه ما حدث هو العكس ما حدث أن الشعب الفلسطيني اليوم ينتفض في كل مكان في وجه هذا العدوان وفي وجه هذه المجازر التي تستهدف الشعب والدم الفلسطيني والعالم يتفرج وينظر صامتا ولا يحرك ساكنا أمام هذه المجازر محرقة حقيقية اليوم في ترمس عية قبل قليل محرقة عندما تقصف سيارة لربما مدنية بالطائرة وتحرقها بمن فيها هذه محرقة ممن يشتكون أنهم تعرضوا لمظلمة تاريخية عبر المحرقة التي تعرضوا لها يمارسون محرقة أشد وأسوأ وأبشع يدنا لها جبين الإنسانية ولا يحرك لها ساكنا طيب سيد عبد الفتاح إذا كان لك تعليق على موقف السلطة الفلسطينية وأنا أعلم وحضرتك طبعا حجم الإدانات سواء من الرئاسة الفلسطينية أو حتى من الخارجية الفلسطينية لكن السؤال هل تكفي هذه الإدانات في رأيك؟ هذا دور لا بد أن نقوم به حتى نحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه حماية الشعب الفلسطيني ومحاكمة المجرمين وملاحقة هذه الحكومة ووضع حد لهذه الجرائم لكن المطلوب فعليا أكثر حالة وطنية إضالية واحدة موحدة في الميدان الفلسطيني نحن جربنا المجتمع الدولي هو يصدر هو الآخر بيانات ولا يقوم بأي خطوات فعلية وعملية للجم هذا العدوان وبالتالي ما حكى جلدك مثل ظفرك تجربتنا مع هذا المحتل أنه لا يخضع إلا عندما يمارس الشعب الفلسطيني أدوات المواجهة والقوة والصمود وبالتالي نحن في اعتقاد أمام مواجهة قادمة والمواجهة لا تكون بقرار أخي الكريم المواجهة تكون بإرادة شعبية عامة وعلى ما يبدو أن هذه المجازر المتتالية تقود الحالة الفلسطينية إلى توفر هذه الإرادة للدخول في مواجهة مع هذا المحتل فالدم الفلسطيني ليس رخيصا ولا يمكن أن نصمت ولذلك اليوم الموقف الرسمي والفصائل والشعبي الكل يجب أن يتوحد في بوتقة الفعل النضالي وفيما يدين المواجهة مع هذا المحتل في سبيل صد العدوان وحماية المستقبل الفلسطيني مستقبل القضية التي يسعى هذا المحتل إلى تقويضها بموارسته كل هذا الكم من الإرهاب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر